النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد نمازج تجهيزات ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا نمازج التجهيزات والمعدات المتطورة للقوات المسلحة بسرعة أهي ده النهاردة سيادة الرئيس مع الفريق محمد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والأجهزة المعدات دي أجهز اكس ريي للكشف على اهو دي أجهزة الكس ريي الناس بتخش جوه بتعمل على طول عملية مسح بالأشعة وهذه الأجهزة الحديثة من إنتاج القوات المسلحة وده جهاز تعقيم بيعقم الناس يعني عملية تعقيم وتطهير ده شغل قواتنا المسلحة ده إنتاج قواتنا المسلحة ده سرعة تلبية قواتنا المسلحة لمتطلبات الدولة المصرية في كل المجالات في أقصر الأوقات أهي ده عربات القوات المسلحة النوعية اللي بتقوم بعملية التطهير وعملية الإجراءات الوقائية والاحترازية والرئيس بيتكلم أهو مع قارة القوات المسلحة المعنيين بيتابع بنفسه أنا فخور بقواتنا المسلحة وفخور بإنتاج قواتنا المسلحة وسرعة تلبية هليه متطلباتنا الرئيس بيراجع بنفسه بيسأل بنفسه بيبدي ملاحظاته على الأجهزة أهي يعني واضحة الصورة قدامنا واضحة الصورة قدامنا لمن لا يعرف ولمن لا يفهم كيف استطاعت القوات المسلحة المصرية على مدار كل العقود الماضية أن تكون عند حسن طموح وعند حسن ظن الدولة المصرية والمواطن المصري والإدارة المصرية التي دائما ما تستند على مؤسسة جدير أن هي تكون عند حسن ظن الجميع المؤسسة العسكرية دائما لها التقدير لها الاحترام لها الحب والمؤسسة العسكرية في وقت فيه أزمة صحية أزمة طبية أزمة كورونا فيروس فطبعا ما يخطرش على بال حد دور القوات المسلحة لا دور القوات المسلحة فاعل وأساسي وبتتحرك وبتطهر وبتنتج وبتنتج كل ما يمكن إنتاج وأنا فاكر لما جينا روحنا مع الجهات المعنية بحضور وتشريف السيد الرئيس في شركات إنتاج الصناعات الكيموية والكيموات الوسيطة في أبو رواش وفي العين السخنة وغيره كنا إحنا مش عارفين إيه الإنتاج والاستراتيجي وفي الآخر النهاردة عرفنا قيمة كلمة الاحتياجات الاستراتيجية فاهمنا اليوم كلمة الاحتياجات الاستراتيجية التي كان يرددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الافتتاحات اللي تمت في مصر خلال الفترة الماضية النهاردة اللي زرعناه بنحصوله دلوقتي من رصيد من المنتجات الكيموية منتجات النظافة منتجات التطهير منتجات الكحولية منتجات الطبية كل ده احنا ما كناش كنا منتكلم وناس تسأل تقولك تابو النبي والجيش بينتج دي ليه كان فيه ناس بتسأل ببلها يقولك تابو الجيش بينتج دي ليه بينتج الكحول ليه سيدي الجيش بينتج ما يحقق الطلب ما يحقق العرض والطلب بمنظور استراتيجي من الناحية الاقتصادية عشان الدولة لا تنحني لاحد من المنتجين ولا تنحني لدولة في ظروف زي ما احنا موجودين فيها لا يمكن لا بنستورد ولا بنصدر اللي ما بعتمد على نفسي القوات المسلحة كانت درع وكانت سيف كانت رصيد في كل المجالات في كل المجالات واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى بالتاج